اشتركوا في القناة نحمل السترو علشان نستفيد منها مبالغ جربت شوي لقيت كل عربة نحصل تقريبا 1400 1400 بركة لو كان حتى الالف فهي كويسة علشان نجمع مبلغ مالي نستفيد منها ان شاء الله في يعني مثل ما نقول الايام القادمة احنا محتاجين لكل دولار لكل مبلغ مالي نستفيد منها لان ما زلنا احنا على خط الفقر في هذا الماب ونحتاج الى شغل كثير وكسب كثير والفرص كثيرة متاحة في هذا الماب ما حبت اني اتأخر عليكم بالمعلومات حاول نواصل معاكم على طول الوقت المعلومات والاخبار عن هذا الماب المثير والجميل وبصراحة نعتبره ما بالتحدي وما بالصعوبات ولكن احنا راح نتحدى الصعوبات ان شاء الله من الله ونتوفق فيها خلونا اروح ابيع كذلك عندنا وحدة من الحصادة خلصت خلص شغله باقينا الان التركتور هذا اطلع فيه واروح ابيع الكمية اللي موجودة بعدها اروح ارجع الى الحصادة علشان ننزل الحمول اللي فيها توقع ممكن يعطينا ثلاث عربات يعني الان هذه العربة الثالثة والعربة الرابعة راح تجي ان شاء الله من حبوب الشوفان طبعا اللي شاهدنا لأول مرة كان عندنا بث بالامس عن هذا الماب وعن هذه المزرعة انتمنى اللي وده يتزود معلومة يرجع الى البث وكذلك احنا قلنا المتابعين اللي كانوا معانا في البث قلنا ان شاء الله باذن الله راح نخلي محاكي المزرعة غالبية حلقاتها تكون عن طريق البثوث اللي راح نعملها مستقبلا ان شاء الله معاكم ولكن اليوم حماس فحبيت يعني اليوم باكون مشغول اليوم بالكامل فممكن ما اقدر ادخل اللعبة في الغد فحبيت نسجل معاكم بعض اللحظات الجميلة للعبة هذه وللماب هذا والله ممكن التوقعات ممكن يعطينا الحقل هذا العربة الرابعة ان شاء الله ونستفيد من المبلغ المالي اكيد راح يعطينا اتوقع اتوقع يعني توقعات كبيرة انه بيعطينا العربة الرابعة ممكن زيادة الان وصلنا في الرصيد مية وسبعين الف وممكن نصل الى اعلى من المية وسبعين الف يعني ممكن نصل مية وتسعين ان شاء الله نصل الى الميتين فكل هذه راح احنا نستفيد منها باننا راح نبقي على بعض بعض معداتنا ما نبيح المعدات مهمة حيانا للعمل فلو بعت معدات من اجل معدة واحدة يعني شوي بيكون الوضع صعب طيب ما ذكرنا متابعينا باللايك والاشتراك للي شاهدونا لاول مرة ونقول حياكم الله جميعا بالنسبة للبث نقول نتمنى انكم تدخلون البث يعني البث ما هو يومي ولكن شوفوا الاعلان اللي راح يجيكم عن البث وحاولوا تستغلون الوقت بانكم تشوفون البثوث اللي معنا وتشاركونا وحياكم الله راح يكون هذا الشيء يسعدنا ان شاء الله باذن الله وراح اكمل الحقل هذا وعندنا الان حملات السترو حملات السترو هي تحدي اخر شوف جمالية الماب اجمل من الماب هذا انا ما شفت في مابات موجودة كثيرة ولكن هذا من المابات اللي ما فيه مشاكل يعني الماب المابات البعض المابات لعبتها خاصة المابات المودات واللي المطور اجازها ونزلها يعني اضافها للعبة بعضها فيها مشاكل يعني فيها نواقص تلقى بعض المتاجر غير موجودة تحصل بعض الامان تحصل يعني فيه 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 اشياء فيه نواقص انا وجدت فيه نواقص والشيء هذا ما عجبني انه بعض المابات حصل فيه نقص اجي ادخل ماب يعني ابغى العب فيه وحصل فيه نقص ما يصلح الماب هذا يا السلام على الحقول الحلوة الجميلة اللي موجودة في الماب هذا فيه حقول جدا جميلة وهذه سكة القطار يا ويلي سكة القطار ليه جينا القطار يا دوب يا دوب يا دوب يتحرك رح اواصل العمل بالنسبة لي انا قاعد اشتغل اه واسجل قلت لا بد اني اخليكم معانا في الصورة اه مباشرة يعني بالتسجيل طرم ان اليوم ما رح يكون فيه بث عن الماب هذا فيفضل اني اسجلكم ونوريكم ايش اللي موجود اه من من احداث جديدة وجميلة وحلوة يعني الى الان اذا هي اربع عربات من السترو معناها تقريبا تقريبا نقول خمسالاف خمسالاف وشوي كويس خمسالاف خمسالاف وشوي هذه تفيد طيه بنروح نشوف الان الحصادة الصار عليها بصراحة الحصادة تشتغل ولا ادري اصار عليها اوكي ممتاز الى الان واحد وتسعين في المية يعني معناها اه ان شاء الله تعطينا العربة الرابعة احتمال ما ندري يعني الى الان الامور مهمه واضحة طبعا الحصادة لما توقف بيكون فيها ثمان الاف وليموجود ثمان الاف يعني احتمال كبير نحصل على عربة رابعة حسب ما توقعنا عربة كاملة فهذا شي جميل وشي كويس وراح نستفيد يعني راح نبيع بقيمة حلوة ثمنطعش تسعطعش الف فنكون بكذا احنا جبنا السبعين خلاص يعني السبعين الف اللي توقعناها اه ربح من مبيعات الحبوب اللي هو حبوب الشوفان جبناها الحمد الله والان نشتغل على الستر وبعدها راح نبيع الحقل خلاص الحقل راح ينباع بنفس القيمة اللي اشتريناها الحصادة وقفت خلاص تقريبا وانتهت عملها والان جاء دورنا للمبيعات نبيع نشوف كم الكمية اللي موجودة فيها الفين وسبعمية وتسعين هناك كان عندنا سبع وطعش الف ولكن فيه كمية قليلة ما راح تفرق كثير ولكن راح ناخذها معانا في المسح شي بسيط جدا ولا راح يأثر يعني ولكن نستفيد نقول نكمل العربة رقم اربعة ثمانين خمسة سبعين سبعين يعني قلنا سبعين اقل شي واتمنى ان شاء الله باذن الله راح نجيب السبعين اقل شي ونقدر نشوف الشي هذا من وين من البنك رصدت البنك راح نشوف عندنا فاكل رنين كوست راح نشوف معاكم العربة هذه خلاص ما عاد عندنا عمل في المنطقة هذه واحنا نقول اخذنا تقريبا يعني ان شاء الله انها عربة يعني كاملة هي مش كاملة في مية في المية ولكن كويس كويس اللي حصلنا عليه الان يعتبر نوع ما كويس وراح نبيع وبكذا نكون احنا خلصنا من موضوع الحبوب حبوب الشوفان وراح تكون يعني عندنا الشغلة انه نتجه الان الى منطقة ثانية نشتري حقل ثاني علشان نفس الكلام اللي قمنا فيه بالحقل هذا راح نقوم في حقل اخر وبكذا احنا نقدر ندخل مبالغ وبكذا احنا نقدر نكسب في اللعبة هذه الكسب ما يجي عن طريق يعني حقل واحد في اللعبة حقل واحد ما يغنيك ولا يقدر يسوي لك شيء او تحط لك حيوانات ما ما في يعني انا ما شوف فيها مكاسب كثيرة لو يحط لي حقل واحد وسوي لي مزرعة صغيرة نعم صح معاك استمت ولكن ما راح نحصل مكاسب كبيرة علشان نكون من رواد هذا الماب اللي يعني لهم حقول كبيرة مستقبلا احنا نتكلم كل على المستقبل اكيد راح يجينا ان شاء الله بعدين ونكون يعني لنا مكانة نشتري اي حقل نشتري اي معد براحتنا نشتري اي شي ما نفكر في امور كثيرة مادية قلنا ان شاء الله نوصل 190 الف ولكن يبدو ما راح نوصل 16 893 وصلنا رصيد 185 الف خلونا نشوف الخطة حقتنا الان ايش راح نعمل الخطة كالاتي قبل ما اقفل راح الان عندنا 185 الف التركتور اللي معانا كم سعره تركتور سعره 89 الف 89 يصير 260 والله راح نجيب تركتور ان شاء الله الاسود او الاسود كلهم نفس الميزة وكلهم قوتهم 900 الافضل لنا طبعا فيه اقوى منهم هذا 960 930 يعني فيه اقوى ولكن احنا ما عندنا مبلغ الان الى 274 يعني حتى هذا ما نقدر نشتريه يعني للأسف والله ما نقدر نشتريه يعني يبغى لنا الشي بسيط يعني راح ننتظر نخلص شغلنا ونرجع نشتريه المرجو او اللي احنا نبغاه ان شاء الله قريبا يعني راح اطقطق واشتغل واكمل باقي عملي على السترو نشيل السترو لان ما اقدر ابيع الحقل الان لو بعت الحقل راح اتورط وراح يكون ما عندي مبلغ مالي ولا اقدر طبعا راح اقدر اشتري اللي هو التركتور اللي شفناه ولكن السترو راح يبقى هنا ما راح نقدر نشيله راح يتوقف كل شي راح يتوقف فخلني ابيع من السترو الان ونوصل للمبلغ اللي احنا محتاجينه محتاجينه الان تقريبا ستة الاف خلنا نخلص وبعدها ان شاء الله نشتري التركتور ونشوف كيف راح نسوي طيب متابعيننا الكرام ان شاء الله راح اشوفكم باذن الله على خير في وقت اخر من لعبة محاكي المزرعة 22 اتمنى ان شاء الله راح تعجبكم هذه الحلقة واذكر متابعينا الغير مشتركين اشتركوا معنا وحياكم الله وعندنا بث عن هذه اللعبة ممكن تقدرون تحضرون معنا وتشرفون لايك من عندكم ولا تنسون التعليقات متابعيني الكرام الان اتركوا في رعاية الله ومع السلامة اشتركوا في القناة